موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى منظمة الغذاء العالمي تحذر أحد عشر مليون يمني يعانون فقدان الطعام مع تقلص المخزون الغذائي لدى ملايين الأسر اليمنية موسيقى عاطلون تونسيون من العمل يحاولون الانتحار أمام البرلمان احتجاجا على أوضاعهم المعيشية موسيقى مع استمرار الإضراب والتظاهرات الرئيس الفرنسي يبدأ استعداده لتحسين مشروع تعديل نظام التقاعد قبل محادثات جديدة مقررة مع مسؤولين نقابات موسيقى أهلا بكم قالت منظمة الغذاء العالمية إن أحد عشر مليون يمني في معاناة مستمرة ويومية لإيجاد الطعام في ظل الحرب القائمة مع تقلص المخزون الغذائي لدى ملايين الأسر اليمنية في المقابل تشكو الأسر اليمنية الفقيرة عدم وصول المساعدات الدولية إليها مطالبة بتحرك عاجل لإنقاذها من الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه في ظل حرب التحالف تضطر هذه الأم اليمنية إلى إطعام أطفالها الأيتام وجبة واحدة في اليوم وقد تزيد إلى وجبتين فقط في نادر الأيام فلا مخزون لديها من الطعام في منزلها الصغير بل إنها تعتمد على مساعدات الجيران البسيطة كحال الكثير من الأسر اليمنية التي شردتها الحرب وفقدت معيلها منظمة الغذاء العالمي قالت إن أحد عشر مليون يمني يواجهون معاناة يومية لإيجاد الطعام ومع قلة المساعدات الدولية أو ذهابها إلى غير محلها من الفقراء ترتفع أكثر المعاناة التي فقمتها حرب التحالف وحصاره أحد عشر مليون يمني لا يزالون يواجهون صراعا يوميا للعثور على الغذاء المساعدات الإنسانية يجب أن تكون مستمرة من الضروري أن يتم دعمنا باستمرار حتى نتمكن من إصلاح الوضع في اليمن ومنعه من التردي المجاعة هي ما يهدد اليمنيين اليوم فالتقارير الدولية تشير إلى أن مئتين وأربعين ألف يمني يواجهون أوضاعا أقرب ما تكون إلى المجاعة ولسيما في المحافظات التي تشهد مواجهات عنيفة على الأرض وصعوبة في إيصال المساعدات كتعز والحديدة وحجة وغيرها المنظمات الدولية تقول إنها تقدم مساعدات مضاعفة إلى ملايين اليمنيين أما الأرقام فتقول عكس ذلك تماما فاثنان وعشرون مليون يمني في مواجهة مع الفقر والحاجة ولا تحرك فعليا على الأرض لإنقاذهم أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين إلى تونس حيث حاول محتجون عاطلون من العمل من محافظة القصرين التونسية اقتحام مبنى البرلمان مطالبين بالاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالتشغيل وقاموا بسكب البنزين على أجسادهم ويطالب المحتجون النواب ورئاسة البرلمان بالإفاء بالوعود التي قدمت لهم وبتشغيلهم كما يطالب هؤلاء بمقابلة النواب المماثلين عن القصرين فضلا عن إيجاد حلول لمشاكل بطالتهم التي طالت مدتها أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب قطع خطوات واسعة نحو تعزيز قوة اقتصاده في السنوات الأخيرة وتوقع أن تسارع نموه تدريجيا في المدى المتوسط على الرغم من المخاطر السلبية كان الصندوق قد وافق العام الماضي على منح المغرب ملياري دولار بهدف تخفيض العجز المالي وتخفيف مخاطر صدمات الخارجية على اقتصاد البلاد وحذر الصندوق من إمكانية تعرض الاقتصاد المغربي لمخاطر سلبية من جراء التأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الخارجية أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح أن بلاده في طريقها للتخلي عن الفيول والتوجه نحو الطاقات المتجددة والغاز والفحم كبديل لإنتاج طاقة الكهربائية وأضاف أن الحكومة تفكر جديا في استخراج الغاز أيضا من معالجة النفايات وأن هناك نحو ثلاث عشرة شركة تقوم بالتنقيب عن الغاز ما سيوفر نسبة الثلاثين في المئة من استهلاك المغرب من الطاقة أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همت أن العقوبات الأمريكية على بلاده لم تعطل النمو الاقتصادي قال إن قطاعات رئيسة كالزراعة والصناعة سجلت نسبة نمو مرتفعة هذه السنة كما توقعت لها السلطات الإيرانية كما توقعنا تشير الإحصاءات الأولية إلى أن النمو الاقتصادية في النصف الأول من السنة سجل معدل نصف في المئة من دون احتساب عائدات النفط هذا يشير إلى أن الانتاج الداخلي في البلاد يزدهر على الرغم من العقوبات الأمريكية والضغوط النجمة عن العقوبات كما أن الزراعة في البلاد سجلت معدل نمو يقارب تسعة ونصف في المئة فيما سجل قطاع الصناعة والمعادن أربعة فاصل عشرة في المئة ألقت هيئة النزاهة العراقية القضى على محافظ بابل السابق صادق مدلول لارتكابه مخالفات في عقد إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد من دون رسوم خلافا للقانون كما أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر بالقض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة تي بي آي السابق على خلفية صرف مبلغ 60 مليون دولار من دون ضمانات كافية وقعت مجموعة من الدول المغاربية على مذاكرة تفاهم لإنشاء اتحاد مغاربي للخبراء المحاسبين تخلفت عن المشاركة فيه كل من ليبيا وموريتانيا الأطراف الموقع عليه أكدت أن التوافق متوافر بين الدول المغاربية الخمس لتأسيس سوق مشتركة تمثل اتحادا مغربيا اقتصاديا بعدما فشل تشكيل اتحاد سياسي يجمع الدول الخمس على مدى عقود كبيرة السياسيين فشلوا في إنشاء المغرب العربي المجتمع المدني والمنظمات المهنية يبشتاخل بزمام المبادرة على أرض الواقع سيتحقق المغرب العربي على مستوى اندماجه الاقتصادي اندماجه على مستوى الاستثمار والأمور تجيب طبيعتها مهمة المحاسبة والخبير المحاسبة هي دائما في مرافقة سواء المتعامل الاقتصادي او الاستثمار او في عدة مجلات اقتصادية هذه الهيئة بعد انشائها ان شاء الله وتجسيدها في الميدان تصبح في كسب الخبرات لكل دولة مغربية الواقع والاخوان في مريطانيا وليبيا كان بهم امتصال وربما حاليا الظروف السياسية التي تعيشها في ليبيا ودول القطاع التي تعيشها في مريطانيا لكن اعتقد ان خلال هذه السنة ربما اخوان تحقق بنا لان احنا عبرنا كمحاسبين معتمدين في المغرب بعد أسبوعين من التظاهرات والإضرابات في فرنسا اعرب الرئيس امانويل مكرون عن استعداده لتحسين مشروع تعديل نظام التقاعد وفق ما كشف مقربون منه قبل محادثات جديدة مقررة مع مسؤولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن مكرون لن يتخل عن المشروع لكنه على استعداد لتحسينه من خلال محادثات مع النقابات الرئاسة لمحت إلى إمكانية تحقيق تقدم مع نهاية هذا الأسبوع قرر الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على أنبوب الغاز الروسي السيل الشمالي 2 الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق من دون المرور بأوكرانيا ترى واشنطن أن مشروع السيل الشمالي يعزز نفوذ موسكو في أوروبا ولسيما أن برلين ستحصل على 60% من طاقتها من روسيا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن الولايات المتحدة تدخلت بوقاحة في شؤون أوروبا عبر الاعتراض على إنشاء خط الأنبيب غاز السيل الشمالي 2 ورغم ذلك رأى مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن إمكانيات بلدهم فيما يتعلق بإعاقة تنفيذ مشروع التيار الشمالي 2 محدودة ولكنها ستحاول التأثير في مشاريع الطاقة الروسية الأخرى ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام المقبل بقيمة 700 مليار و 38 مليون دولار بزيادة 3% عن العام الحالي وتشمل الميزانية أموالا لمواجهة روسيا وفرض عقوبات على التيار الشمالي 2 وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتصل إلى 300 مليون دولار توقع تقرير نشرته ويكلة سبوتنيك أن ينخفض سعر الدولار في منتصف شهر كانون الثاني يناير المقبل وأن يضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي التقرير لفت إلى أن مجلس الاحتياطي قد تدخل بنحو استثنائي وغير مسبوق في الأسواق بسبب تزايد خطر حدوث أزمة مالية مماثلة لتلك التي حدثت عام 2008 وأوضح أن الاحتياطي الاتحادي يقوم بإعادة شراء الأصول من البنوك لضمان تدفق النقض في الاقتصاد وأنه في غضون يومي الثامن عشر والتاسع عشر من أيلول سبتمبر الماضي ضخ 128 مليار دولار في الأسواق وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1400 مليار دولار لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية ويتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يفترض أن يوافق عليه المشارعون قبل نفاذ التمويل الحكومي الحالي يوم السبت وبالتالي يجنب البلاد معركة حول الميزانية على غرار تلك التي حصلت أواخر العام الماضي وأدت إلى تعطل خدمات حكومية لفترة 35 يوما يذكر أن مشروع القانون يخصص مليار و370 مليون دولار لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيط أعلنت شركة فيات كرايسلر وبيجو أنهما اتفقتا على اندماج ملزم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار ستمهد الطريق لتأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم ويهدف هذا الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها أربعة مليارات دولار من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات شراء مشتركة ويأتي هذا فيما يواجه مصنع السيارات أيضا تكاليفة مرتفعة لتطوير تصميمات أقل تلويثا للبيئة مع وضع أهداف أكثر صرامة للانبعاثات بهذا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نات باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة